أهلا بكم تتخذ الجريمة عدة دلالات حسب السياقات المتعددة بينما هو نفسي واجتماعي وقانوني إلا أن تعرف الجريمة بشكل عام يجمع بين كل هذه المستويات وهي بذلك تعني كل الأفعال الخارج عن القانون وضد الأعراف الاجتماعية والمنافية للسلوكيات والغرائز السوية كما أن الجريمة تتعدد بتعدد الأفعال المقترفة بين الاختلاس والصرقة والقتل وما إلى ذلك من أفعال جرمها القانون والمجتمع وبطرحنا للنقاش موضوع الجريمة والمجتمع فإن غايتنا تتمثل في إماطة اللثام عن الأسباب المتحكمة في امتشارها داخل المجتمع متسائلين عن العوامل النفسية المحركة للسلوك الإجرامي والعوامل الاقتصادية والاجتماعية المتحكمة في حدوثها لتحليل كل هذه النقاط يساعدنا أن نرحب بالأستاذ مصطفى الشقدالي أستاذ علم النفس الاجتماعي ومستشار البرنامج مرحبا بك معنا أهلا وسهلا خديجة وحييك ومن خلالك طبعا المشاهدين والمشاهدات مرحبا ونرحب أيضا مع الشكر بالأستاذ إبراهيم الحمدوي أستاذ باحث في سوسيولوجيا الإجرام والجريمة والانحراف مرحبا بك معنا أستاذ مرحبا أهلا وسهلا بك وبكل المتتابعين للبرنامج في كل مكان يساعدنا أن توجدك وشكرا على قبول الدعوة بداية أستاذ شقدالي أكيد سنتوقف عند المصطلح عند التعريف توصيف الجريمة من وجهة نظرك كما جاء في المقدمة حينما نتحدث عن الجريمة نتحدث ربما عن مستويات متعددة في تحديدها أو في تعريفها فهي من وجهة نظر القانون تعني كذا ومن وجهة نظر ربما السوسيولوجيا تعني كذا ومن وجهة ربما علم النفس تعني كذا وفي نفس الوقت حينما نتحدث عن هذه المستويات الثلاث فلن نتحدث عن فعل ربما يعاكس القانون من جهة قانون المجتمع كل ما هو يتعلق بانضباط داخل المجتمع صحيح ويخالف ربما الأعراف الاجتماعية ويخالف كذلك السلوكات السوية إذن ثلاثة مستويات ربما متداخلة ومتشابكة حينما نتحدث عن الجريمة إلى أن الحديث عن الجريمة في اعتقادي وحديث كذلك فيه مستويات متعددة لا يمكن أن نتحدث عن هناك جريمة لها طابع خاص وهناك جريمة لها طابع خاص بمعنى أن الجريمة لا يمكن أن نفصلها عن الصياق الذي حدثت فيه وبالتالي تعريف الجريمة لا بد أن يأخذ من الاعتبار الصياق الاجتماعي القانوني النفسي في هذه الثلاثة المستويات حتى يمكن أن نعرفها بالجريمة والشيء الأكيد كذلك أن الحديث عن الجريمة اليوم في هذا البرنامج تمليه كذلك ظروف متعددة لما يحصل ربما من جرائم الآن ربما كانت الجرائم تحصل دائما منذ القدام والإنسان دائما كانت جرائم تحصل داخل المجتمعات منذ بدء الخليقة منذ بدء الخليقة ولكن أعتقد بأن الآن مع وسائل التصال الرقمي أصبحنا نعيش ربما إشاعة الجريمة بطريقة ربما بالصورة والصوت وأصبحت جزء لا يتجزأ من الخطابات المتعددة التي تنطقها على مستوى الإعلام على مستوى الإعلام السمعي البصاري إلى آخره وبالتالي هذا الموضوع يغري وكذلك هذا الموضوع يسائلنا يسائلنا في جموعة من نقاط وعلى جموعة من المستويات كما سبق وانتحدث لأنه موضوع نعيش معه ويتعايش معنا في كل يوم تحصل جرائم ليس هناك يوم واحد دون جريمة باختلاف طبعا مستوياتها قد تذهب هذه الجريمة من فعل السرقة إلى القتل إلى ربما أشياء أخرى ربما إلى إبادة بصفة عامة لمجموعة من البشر بمعنى هناك مستويات متعددة في الجريمة ولكن هذا الموضوع يسائلنا إن من خلال كل مواضع التي نطرح في هذا البرنامج بمعنى أنها تسائلنا سنقوم بقراءة عميقة لمجموعة من القضايا لماذا الجريمة؟ المرتبطة يعني بالفعل الإجرامي بالفعل الإجرامي مثلا سنتحدث لو سمحتي سأقول هذا الشيء وسأتوقف إذا تحدثنا عن الجانب لا توازن السلوكي ربما سنتحدث عن الأمراض العقلية في ارتباطها بالجريمة إذا تحدثنا عن الجانب السوسيولوجي ومعنى الأستاذ متخصص في ذلك سنتحدث عن هشاشة المجتمع على مستوى الاقتصادي على مستوى ربما الروابط الاجتماعية على مجموعة من القضايا وإذا تحدثنا عن الجانب القانوني ربما سنرى القوانين المنظمة والتي تعاقب الجريمة وهل هي بالفعل تساير ما يحصل داخل المجتمع وبالتالي هذا الحوار الذي سيدور بيننا سيدهب في هذه الاتجاهات بصفة عامة طيب أستاذ الحمدوي يعني توصيفك للجريمة ما المقصود بالجريمة والانحراف يعني كمفهوم نعم شكرا الحديث عن الجريمة هو حديث دور شجون نعم هو حديث يمس كل فئات المجتمع الجريمة هي مؤشر على سلامة أو اعتلال المجتمع وهي موجودة بوجود الإنسان وستصمر معه كذلك إلى أبد لأنه لا يمكن الحديث عن مجتمع بدون جريمة أو ما نسميه بزر جريمة الجريمة توجد كذلك في كل المجتمعات المجتمعات المتقدمة كما المجتمعات المتخلفة المجتمعات التقديدية المجتمعات المعاصرة وكل مجتمع له جرائمه لأن كل مجتمع يضع مجموعة من الضوابط مجموعة من القوانين مجموعة من الأعراف من التقاليد التي تتحكم في سلوك هذا الفرد فكل سلوك يعني خارج عن المنافع أو يضر بالمنافع أو بمصالح عمل المجتمع يعتبره يعني كذلك جريمة كل يعني سلوك مخل بما هو متعرف عليه اجتماعيا سواء ضوابط أعراف قوانين إلى ذلك يعتبره يعني كذلك جريمة الجريمة كذلك من وجهات نظر نفسي أو سيكولوجيا هي محاولة إشباع الرغبات دون موجي بحق أو خارج ما يسمح به القانون أو ما يسمح به العراف والضوابط يعني الاجتماعية كذلك موجهة أخرى إلى سمحتي موجهة قانونية هو أن كل فعل يعني منصوص على تحريمه أو على جريمه يعني قانونيا هو خروش عن القانون الموضوع المتعرف عليه قانونيا أو دستوريا في أي مجتمع لذلك إذا قلنا بأن كل مجتمع له قوانينه له ضوابطه له أعرافه له تقاليده فالجريمة كذلك تتمدد وتتقلص حسب هذه الضوابط حسب هذه المعايير التي ضعها يعني كل مجتمع فسلوك ما قد يكون مصموح في مجتمع ما لكن هذا السلوك قد يكون منبدا أو مضموما في مجتمع آخر إذن قبل أن نستمر ونكمل النقاش لدينا شهادة لشاب في مقتبل العمر يحكي لنا كيف كانت بدايتهم مع الإجرام والاعتداء على الآخرين أصبحت وسيلته الوحيدة لسلب الآخرين أموالهم وممتلكاتهم سوف نقول لك ما شفرنا ما تعدينها ضربنا عباد الله ما خليننا مدرنا كنا واحد مار كنا قلثين في حوما بحالك قلثين جوا وشيدراري شي ختم شتليه شي تليفون ما شي حاجا جوا وميجوا عندي أنا نيش أنا قل لك نشدت لنا تليفون أختيوك نقول لك أنا نشدت لك كنش قولي يلا أخوك نشدين فيها ويضربوني بغضا تعداو عليها تكرفصوا عليها واحد الحالة لا يورش الله سأفري بقيت شوي دي الحقت في القلب ديالي وش حلم الحاجة وواحد نار تبلي يا أخوة دايز سأفري ما حسيتش براسة لك هتشتت عليها بزا ما حسيتش براسة كيف شزيت واحد الموت ومشيت وضربت وبقيت تنضرفيت تنضرفيتها طالح صارقة شا نقول لك كنا في واحد اللاج دي المراقة وش حلم الحاجة يلا طالعي الكوليج فمشيني كتشوف دلاري كي قرأوا معا كونش عندهم الفلوس كونش يلبس عليه فمشيني ما عندك شغالية بصندولة المية كالاندراسة ش حال من الحاجة فمشيني سأفري كاد أدركوا ما هذا الاسباب لكي يدفعوك تدري دي العباد الله لاش ما عندكش كتشوف دلاري لفلاش ديال كونش عندهم الفلوس كونش بي خير ومشين ما عندك شنو ما تقول لهم معطيوني ما تقول لهم معطيوني ودارنمى فمشيني ناس بساطف ناس فقارة ما عندونش ما يقدرش على ديك الميزاني اللي عن طلب اليوم فمشيني كتشولي كتش خرج مع الدلاري كتش تلاتي تشي ديفون كتش تلاتي هادي كتش تلاتي أبقينا في حلاك أبقينا نهار اللي جاكي يلقانا في حلاك كونش يقول الحافظ نخرجوه كونش يقول الحافظ حالة مايحة كونش يقولي حالة لي ورش الله ماشي مسألة نفسية مسألة دي فمشيني كتشوف كتشوف الدراري اللي فلاش ديال كل شي اللي باسعكوش وحنا ندعرنا منها فمشيني ما يقدرش على ذلك المسؤولية اللي أنا أتعلم فمشيني ما يقدرش على ذلك تكشي اللي غاية فمشيني ما عندهم بش 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 دولي بابا مخدامش والوليدة مخدامش فمشيني فمشيني طروري لما جبشيش نشاي وكسيش راسكو وشفرت شي باش تكثو باش فمشيني باش تياكل باش بان كدام صحب كلام مكي نوالو كتبان شاي لا شيء وستمنوا من المدرسيش في حالك إذن على ما يبدو إذا تمعنا ووضعنا الجريمة تحت المجهر هل دائما تكون الفاقة والحاجة هي الدافع الأساسي انطلاقا من هذه الشهادة أتقيد بأن ليس هناك الفقر على المستوى المادي فقط ولكن كذلك هناك الفقر على المستوى الوعي بالمسألة بمعنى أن الشاب الذي تحدث الآن يبرر الفعل انطلاقا من الفقر ولا يقول كذلك هناك فقر آخر فقر في إدراك السلوك الإجرامي من طرفه صحيح لأنه في الواقع يقول بأنه يريد أن يكون مماتل للآخرين الذين هم في وضعية أحسن منه لهم ممتلكات ولهم أشياء ربما لأن موقعهم الاجتماعي يمكنهم من ذلك أما هو فهو ينطلق من ربما من موقعه الاجتماعي الهش ضعيف بمعنى ليست له مرضودية إلى آخره وانطلاقا من هنا يريد أن يأخذ حقه بيده من الآخرين بمعنى أن فهد منسوش بكذلك جاء في الروبرتاج فالشهادة جاءت كلمة مهمة جدا بأنه تحدث عن المراهقة وتحدث عن المراهقة هناك غياب تأطير معين لهؤلاء الشباب في هذه الوضعية هناك شعور بالفراخ هناك شعور بالضياع بمعنى أن الغائب الأكبر ربما تأطير العائل لأنك إن فقر حتى على مستوى التأطير ليس فقط على المستوى المادي المحسوس والملموس إلى آخره وبالتالي أو حتى على مستوى المدرسة وكين هناك غياب لأنشطة معينة ثقافية اللي في واحد النوع كين هناك أيضا حتى الإفليس الروحي طبعا لكيش وزع أخلاقي ووزع ديني في هذا العمق تحدث عن التأطير ربما الاجتماعي بصفة عامة وتحدث عن مؤسستين اللي هم الأسرة والعائلة إلى آخره وبالتالي هذا النوع من الجرائم في اعتقادي البسيط ليس لأن هذا الشاب أراد بمعنى أنه خلق ليكون مجرما ظروف معينة جعلت منه أن يكون كذلك والإجرام عنده مرتبط بالسرقة ومرتبط بتلبيات حاجيات حاجات تعلقة بها هنا الدافع هو الحاجة طبعا الحاجة الفقر الحاجة من جهة لكن لننتبه وكذلك على مستوى إدراكه لهذه الحاجة بمعنى أنه يريد أن يكون بمعنى لا يرضى أن يكون أقل من الآخرين وقال بأن بمعنى له فكرة له نموذج ليكون مماثلا للآخرين نعم في مثل سنه ليكون مثل أطرابه في المدرسة حتى يمكن أن ينخرط معهم يجب أن يملك ما يملكون ولكن ما السبيل بمعنى أنه في إطار هذا الفراغ الروحي الذي تحتدت عنه أو في هذا الفراغ تأطيري نعم وجد الحل في الصارقة بمعنى التجاء إلى بديل كبديل كبديل بمعنى لم يلجأ إلى تقوين ذاته حتى يمكن أن يتبهى بأشياء أخرى قد يكون رياضيا قد يكون رياضيا وبيتري تكون له مكانة اجتماعية إذا هذه بدائل هذه بدائل هذه بدائل ليست مطروحة في المجتمع وهنا الجريمة حينما تحتد عن هذا النوع من الجريمة في الواقع أصبع الإدانة تذهب إلى إدانة المجتمع بصفة عما بمعنى من المجرم في آخر المطف وهذا الشاب أما أن المجتمع هو الذي جعل منه أن يكون كذلك هذا سؤال خطير في العمد المجتمع يدفع بالبعض نعم في غياب تأطير وحضور فقر معين ما هي مسؤولية المؤسسات التربوية ما هي مسؤولية المدرسة ما هي مسؤولية المجتمع بصفة عامة وبالتالي هنا الجريمة بهذا النوع لم يخلق ليكون مجريما طيب أستاذ الحمدوي استكمالا لما بدأه أستاذ شكدالي ما هي الدوافع أو أبرز الدوافع التي ربما تجعل من الشخص منحرفا مجرما طيب أعتقد أن البحث عن كيف يتحول الإنسان أو الفرط أو الشاب من شخص عادي إلى منحرفين أو مجرم توجد مجموعة من الأسباب أو مجموعة من الخلفية أو مجموعة من الأبعاد يمكن أن تلخصها فيما يلي نعم أول شيء يتحول الشخص من شخص عادي إلى مجرم لفقدان الصلة بين هذا الفرض وبين وسائط التنشئة الاجتماعية الفرض يولد مشبعا بمجمع من الغرائز يولد وليس كما نقول ما تتولش مربي ما تتولش واحد مواطن صالح وإنما المجتمع هو الذي يعمل على جعله مواطنا صالحا من خلال تنشئته فالأسرة تلعب دورا أساسيا كما المدرسة كما الإعلام كما الشارع سوف إذا كان هناك متسع من الوقت نشرحه كيف تدفع اختلال الصلة بين الفرض وبين هذه المؤسسات إلى تحويل هذا الفرض إلى مجرم لكن قبل البدء لا بد أن نعلق على أن هذا يمكن القول بأن الجريمة شبابية بامتياز وهي حضارية كذلك بامتياز أي موجودة في المدن على عكس بناء القرى لأن وسائل الضبط الاجتماعي قوية في وسط القراوي في حين أنها متراخية ومتلاشية في الوسط الحضاري وهذا نتيجة للتغيرات التي تعرفها المجتمع المسألة لا يمكن أن نبرر سلوكنا الإجرامي العدواني بالحاجة أو الفقر لغي ذلك لأن الفقر لا يبرر لأنه لا يجب أن نقيس أعمالنا على الواقع بل يجب أن نقيس أعمالنا على الواجب حتى لا نفقد القدرة على التبادل وطريق لدي واحد نقطة سأختلف فيها مع الأستاذ أنك ملاحظ لستم متخصصا في الموضوع نلاحظ بأن العالم القراوي فيه جرائم أبشع لأن هذا قد يدي الضبط في العالم القراوي ليست حاضرة أنا أطالع الجرائد هناك جرائم القتل منتشرة ومتفشية في العالم القراوي النزاعة على الأرض لأن الواقع هاش وحينما نقول الواقع أكثر هاشاشة من المدن ومدن بين قوسين أو الحوار دير أو سعين هذا القبيل نعم ذلك أنا في اعتقادي بأن هذه القضية لأن القرى لنتذكر مثلا الجريمة التي وقعت في قرية في الجديدة أو قرب الجديدة التي كانت باشعة بكل المقاييس والتي كانت نجع عن اختلال عقلي إلى آخره ولكن نعتقد بأن المقاربة بين الجريمة في العالم القراوي وفي المدينة ربما هي مقاربة هناك نوعية معينة لتلك الجرائم ربما في القرية هذا ما سندخل له يعني الأنماط وهناك جرائم السريقة ربما من هذا النوع الذي فينا في الرابورتاج تنتشر بالفعل أكثر في المدن سكما للنموذج اللي الآن تفضلت به أستاذ شكدالي مؤخرا كانت هناك جريمة بمدينة وزان يعني باستلاح باستلاح ضحيتها خمسة أشخاص على ما أظن طبعا خمسة أشخاص إذا هذه في المدينة هذه في مدينة لا في نواحي المدن في نواحي مدينة وزان في القرية قرب المركز ولكن ليس في المدينة طبعا نعم قد نتفق جزئيا لكن لا يمكنه أن نقول بأن القرية ليست في الجرائم ولكن نسبة الجرائم أو كمية يعني الجرائم موجودة في الحواضر أكثر يعني شبه الحضاري في وسط الحضاري أكثر منه في الوسط القراوي لكن الآن يعني اختلط كما نسمي الحابل بالنابل من نستطيع أن نميز بالما هي قرية ما هي مدينة وأصبح هناك واحد نعمل تدخل بين القراوي وبين يعني الحضاري هو أن نقول نعود نرجع إلى الأسرة ونقول بأنها فقدت يعني أدوارها مع خروج الأبوين معا إلى العمل طيلة اليوم طيلة الأسبوع وطيلة السنة الاحتكاك بين الوالدة وبين الأطفال لم يعد يقوم إلا في يعني ما هي العلاقة كيف يتلقى الأباء مع الأبناء نعم هل أنجزت واجباتك هل نضفت واجبات واجبات فقط لكن هل الأباء لهم الوقت لهم القدرة ولهم كذلك حتى الوعي لمعرفة أو لاستجابة لحاجات 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 نعم بالإضافة لهذا شيء ومغريات الحياة من جهة أخرى هي التي تدفع كما جاء في الشهاد نعم إغراء هناك ربما غياب لتأطير تربوي داخل الأسرة نظرا لها شاشة هذه الأسرة نعم وهناك كذلك إغراءات في المجتمع أصبح في نوع من تلاهي طلب يعني طلب بمعنى من أجل أن أكون يجب أن أملك لأن في آخر المطاف يريد أن يقوم بجريمة معينة لمرتبطة بالسارقة إلى آخره من أجل أن يكسب أشياء أصبحت لها قيمة داخل المجتمع نعم يعني أصبح الإنسان يُعيّر إذن بهذا مجتمع مجتمع يكثر فيه العرض ديال المنتجات ديال الأجهزة إذن تفتح شهية المراهقين على لا مش مشكلة ميكانيكين لكن قد نحلوه بشكل صبيب هذه الأمر نسميها بالفتاح على اقتصاد السوق الذي يشهر كثير من الأشياء التي تعدم الوسائل المشروعة والوسائل القانونية لتحقيق هذه الرغبات وبالتالي يلجأ الأفراد إلى تحقيق رغباتهم بطرق خارجة طيب أفراد المجتمع أفراد المجتمع ونرى جريمة من نوع آخر بل أكثر من ذلك إذن هذا عامل آخر ينضف إلى ما ذكرتمه الآن لأن هذا المنطقة ديال السوق ودير الاقتناء للأستاذ حتى الجريمة تصبح سلعة لأن حينما تروج هناك جرائد تباع لأنها تتكلم عن الجرائم هناك قنوات مواقع إلكترونية تكتسب أشياء خطيرة تقوم بها من أجل الكسب وبالتالي يجب أن حينما نتحدث عن الجريمة نفي اعتقادي البسيط يجب أن نتحدث عنها كذلك من مستوى رابع تحدثنا على مستوى الثلاث نتحدث عنها من مستوى رابع وهو كيف يتداول خبر بخصوص الجرائم نعم وهنا بيت القاصيد بمعنى هنا سندخل كيف نتمتل الجريمة وكيف نسوق للجريمة وفي هذا تسويق فعل إجرامي لاستوى قانونية هناك بالإضافة إلى مجموعة من المسائل حتى نكون أقرب بشيء ما إلى الأقب أعتقد أن حتى في التهيئة أو تصميم يعني مدن في حد ذاته عامل مشجع على انتشار يعني الجريمة كيف؟ تتحدث عن الفضاء العمومي تتحدث عن الفضاء العمومي كذلك حتى الفضاء الخاصة يعني حتى المساكن هنا أو التجاه ديال السكن يعني في المجتمع كل المجتمعات الآن هو ينقص مما يسميه بحميمية يعني أفراد الشخص داخل الأسرة ليست له حميمية ليس له مكان خاص ليست له بيت خاصة حتى داخل الأسرة يعني داخل الأسرة يعني لدينا واحدة دراسة لتصميم يعني البيت في صالون أو صالونين غرفتين غرفة للأباء وغرفة للأبناء وهذه الأبناء يتقاسمون يعني كل شيء ليس هناك حميمية خاصة لمعظم أو لشريحة عامة هذا حينما يفقد الفرض يعني هذه الحميمية وحينما يكون مسألة أخرى الأباء يتزوجون الآن يعني بعد السن الثلاثين يعني معدد الزواج التي تعطيها الإحصائيات بمعنى أن الإبن الأول يكون فارق بينه وبين الأباء إذن ثلاثون سنة أو ستة وعشرون سنة بمعنى فارق يعني جيل أو جيلين بمعنى أن اهتمامات الأباء واهتمامات الأطفال ليسوا أو ليس على نفسه يعني المنوار النفس السكة مسألة أخرى هو أنه حينما يضيق الأمر داخل الأسرة ونعرف أن أسرنا كيفما كانت مستوياتها يعني في معظمها هشة من ناحية نفسية الاجتماعية من ناحية كيفية تربيات أو إعداد يعني الأطفال كيفية تنشأت الأطفال يخرج الأطفال إلى الشارع والشارع غير مهيئة أبتاته ليست هناك فضاءة للأطفال ليست هناك فضاءة للشباب ليست هناك فضاءة هذا الزواج الذي يتم بهذه الطريقة فهو في العمق جريمة لأنه سيخلق لنا مجرمين طيب هذا العناصر هذا العناصر يعني برمتها هذه العوامل شنو هتقدر تفرز إذنك أنماط للجريمة ما هي أنماطها يعني هذه المسائل جميعها بالإضافة إلى إعلام هذا إعلام الذي أقول من يجلس أمام يعني الإعلام لمدة أسبوع لمدة أسبوعين يستهلك برامجه سوف يصاب بالستريس أو يصاب بالكآبة لأنه في الأخبار تجد إنفجرة قتلها لك برامج خاصة فيها جرائم العنف ضد المرأة ضد الطيفل فيها كثير بمعنى المسلسلات كذلك فيها كلها يعني كآبة كل برامج يعني نيغاتيف يعني سلبية ليست هناك برامج إيجابية أعتقد أنه يجب أن تنضف لا يفقق اسمي ود بصراحة وفرنك رأتو الجريمة لا أقصد لكن إعلامنا في مجمله من يستهلك واحد الكيمية من البرامج سيجد نفسه مكتئبا لأنه يستقبله خطابا يعني سلبية أعتقد أنه يجب أن تنضف مثال ينتج ثلوكية سلبية نعم أعتقد أنه يجب أن تنضف يعني برامج يعني الإيجابية تفاؤلية تعلمه يعني المجتمع في حاجة الأمهات يعني في حاجة إلى كيف أتعامل مع إبني مثلا لي حركته زائدة كيف أتعامل مع إبني يعني في سن مثلا بداية المراقة في فترة المراقة يجب كذلك برامج أن توجهها للأطفال للشباب يجب أن تكونها برامج يعني موجهة للمشاكل التي بالفعل هي مشاكل حقيقية للمجتمع وليست مشاكل واحد الفئة خاصة لا تمتلوا حتى واحد على الألفين مثلا داخل المجتمع هذه مسألة أخرى مسألة أخرى ضيق مثلا حتى المنعيشين العقاريين نعم الذين يلتهمون الأرض التهمة ولا يراعون فيها لا شباب ولا مرأة ولا طفل ولا مسن يعني أعتقد أن المجتمع الآن سأذهبون نحو الشيخوخة سأذهبون ما هي مكانات يعني الشيخ داخل المجتمع ما هي فضاءة الشيخ ما هي فضاءة هذه عدام الفضاءات الترفيهية عدام الفضاءات يعني تسجية وقت الفراغ اللي هو كبير بزاف أمام غياب المكتبات الدور يعني المطالعة والسينما إلى غير ذلك هذا يدفع بالشباب إلى يعني ردود أفعال يعني بالطبيعة أنها تكون خارجة يعني طيب للحديث بقية ولدينا محاور عديدة سنناقشها بعد هذا الفاصل خليكم معنا إذن نعود لكم جديد مشاهدين لنستكمل النقاش في برنامج بصراحة على قناة ميديان تيفي إذن أكيد للجريمة أنماط وتتعدد بخلفيات ربما الأشخاص أو بخلفيات المجتمع التي أو المجتمع الذي ينتمي إليه هذا الشخص تحديدا أستاذ شكدالي الآن نتوقف عند هذه الأنماط ما هي بعضك؟ أولا يجب أن نربط ذلك ربما بالمستويات التي تحددنا عنها في البداية فالمستوى ربما الذي يتعلق بما هو اجتماعي اجتماعي واقتصادي قد تكون أنماط الجريمة مرتبطة لغرض تجاري لغرض اقتصادي لغرض إشباع أشياء ربما تتعلق بحاجيات أول كالغيش مثلا الغيش مثلا الصارقة كما رأينا في البرورتاج بمعنى هذه الأنواع هذه الأنواع وهذه الأنماط مرتبطة بهذه الهاشاشة وهي تتجه في هذا الاتجاه بمعنى أنني أشعر بنقص في شيء ما وأحاول أن أقوم بجريمة معينة حتى يمكن أن ألبي رغباتي كل الأنماط التي تدخل في الصارقة مثلا في اختلاسات معينة إلى آخره ذات طابع يعني اقتصادي ذات طابع اقتصادي ربما قد يكون دافع لهو الخصاص وقد يكون ربما الدافع في بعض الحالات ليس فقط الخصاص هناك من يختلص وهو ليس في هنا سندخل إلى أنماط آخر من الجريمة وهنا ربما سنتحدث عن السلوكات النفسية لا متوازنة قد تصل حتى إلى الأمراض العقلية مثلا جرائم القتل في بعض الحالات لا يمكن أن نمررها دائما تنسب لمختل العقلي دائما تنسب في الواقع قد تكون قد يكون الحال كذلك بمعنى أنه حينما نبحث عن مبرر الجريمة لا نجد هذا المبرر بمعنى أن نجد هذا المبرر انطلاقا في سلوكات مرضية فالذي قتل عشر من أبناء عائلته ومن أبناء حيه لا يمكن أن لا يكون مختلا عقليا حتى وإن تضرع بأسباب واهية في الأمر إذن النمط الثاني الجريمة التي تدخل فيما يسمى بالخلال النفسي العقلي لا توازني بصفة عام إذن النمط الأول انطلاقا من خصاص معين وأقوم بصد فراغ معين انطلاقا من حاجياتي انطلاقا من هشاشاتي أريد أن أكتسب شيئا ما بهذا الفعل الإجرامي وهناك جرائم ربما تصل إلى هذا المستوى وهي ربما هي الجرائم التي تكون ربما فيها طابع فيها واحد النوع صادم للمجتمع لأنها صادم للمجتمع هناك جرائم كذلك اللي عندها ارتباطات باختلالات نفسية توازنية جرائم زن المحارم مثلا نعم هذه جريمة فيها واحد النوع من لا توازن العاطفي الجنسي نعم حينما تحدث عن الجريمة يجب أن نستحضر أن هناك تراتبية وهناك أنماط وهناك سلوكات وكل هذه السلوكات تدخل في نطاق ربما من وجهة نظر القانونية فهو ينظر لها كجريمة ولكن حينما نمعي النظر وحينما نذهب في خصوصيات كل جريمة سنجد الأسباب المؤدية لهذه الجريمة تختلف عن تلك وبالتالي ربما سنعيد النظر في تعريفنا للجريمة بصفة عامة بمعنى أن لا يمكن الحديث عن الجريمة بشكل مطلق ولكن يجب أن تحدث عن الجريمة في سياقها كما قلت وفي أبعادها نبقى دائما مع هذه الأنماط أعتقد أنه يعني جرت العادة على ألسني الإعلام الصحفيين إلى غير ذلك الحديث عن نمط واحد من الجريمة هي الصرقة لكن يتعرف أغماط متعددة في أعتقد يجب أن نقسم الجريمة إلى قسمين نعم الجرائم المتداولة والمتعرف عليها هي الجرائم الدموية كما نسميها الصرقة لإعتداء ضرب الجرح إلى غير ذلك أو العنف بكل أنواعي وهناك جرائم علمية سالسة هي جرائم جرائم اللياقة يعني البيضاء التي لا يتحدث عنها أحد حتى إن تحدث عنها فهو يتحدث عنها بصفة المفرد وليس بصفة الجمع وإن كان يعني وقعها وكان ضررها الاقتصادي والسياسي والبيئة إن شئنا أكثر ضرراً من أن نسرق يعني أن نتواطأ يعني في مشتراء ما يعني ضرره أهول وأخطر عن المجتمع من أن نسرق حقبة امرأة وهاتفها يعني شاب منها يعني الشبر في هذا الصنف الثاني أصنف هذا الجرائم من الاعتداءات أصنفها حسب السياقات وحسب الوسط وحسب يعني الإمكانات فالشاب يلجأ إلى الصريقة التي تعتمد على قوة بدنية وهناك من يتحايا ربما يكن بقى في جريمة الطور العادي والانتقلت ربما الطور المنظم هذه الجرائم يعني البسيطة يعني ليست يعني بسيطة في حديداتها وإنما هناك يعني الصنفات بإمكانيتها البسيطة بإمكانيتها البسيطة قد تصل إلى مستويات يعني العليا هناك من يسرق لأنه بالفعل يعني مخصوص وهناك من يسرق لأنه يجد في الصريقة أو يجد في الغشة أو يجد في الجريمة بصفة عامة مورداً مالياً سهلاً أسرية يجب كما يعني ولكن على الشيطة يعني عفواً على الشيطة يعني في منا نتدوله يعني في الأوساط كان هناك جريمة التي هي سياسية جريمة اقتصادية جريمة مثلاً ديال هذا القتل على شيطة نصنفوه بذلك طريقة في المجتمع لا هو الخطأ في المجتمع مني كنتحدث عن المجتمع في علاقته بالجريمة والتمتول دياله مني كنقول للجريمة يتبذر إلى إدهارنا القتل ويتبذر إلى إدهارنا الدم ويتبذر إلى الصرقة ولكن يكون جرائم الاقتصادية جرائم 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 في الأوراق جرائم 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 متعددة هناك الجرائم يعني ذات طبيعة مادية التي يعني يدرك الإنسان العادي يعني لوقعها بالعين المجرد يعني هذا ما ندركه ولكن هناك جرائم أخرى يعني أدهى وأمر هي الجرائم الرشوة جرائم الاختيلة جرائم الصفقات المغشوشة أو المشبوهة جرائم خيانة الوطن يسميها أكبر يعني الجرائم أو الجرائم يعني خيانة يعني المجدنة يعني في ثوراته في ثقافته يعني في كل شيء هناك كثير من الأمور التي يعني يكون وقعها لا يمكن قياسه ولا يمكن المسوه ولا يكون ملاحظاته من طرفه يعني الجميع يعني نعرف أن هناك ظاهرة الرشومة موجودة ولكن لا يعرفها إلا شخصين أو ثلاثة أشخاص ولكن لا تصنف على حساب تنطلت الجمال تماماً هناك جريمة فقد نقول مثلاً نحن نعلم أن نربط الجريمة بالقتل بالصريقة في نفس الوقت وكفاً في نفس الوقت قد ندعه مثلاً جريمتين جريمة صفقة يعني كبيرة يعني وقعها اقتصادية بالملايين يعني مستوائي وندع جريمة ديال الاعتداء مثلاً فيها دم وفي هذا قد يتعاطف المجتمع مع الدم وليتفاعل معه يعني الجريمة ذات الواقع الذي يؤخر المجتمع مثلاً الوراء يعني بدرجات في سلم يعني التلمية الاجتماعية نعم أستاذ شكدالي يعني الآن تبضرأ إلى دهني هل الطفل المنحرف يعني مادمنا نتحدث وأستاذ أيضاً متخصص في الانحراف يعني طفل المنحرف هل يعني إلى أي حد يمكن هذا الطفل المنحرف أن يكون مجرماً في المستقبل نعم ربما بسبب تعاطي المخدرات ربما بسبب تصرب المدرسي أو الهضر المدرسي نعم أعتقد ليسا هناك طفل منحرف هناك مجتمع منحرف لأن هذا الطفل أليس هذا أنا سأشرح لك إذا سمحتك نعم لأن هذا الطفل المنحرف الذي نسميه طفل منحرف هو خرج من صلب مجتمع لم يؤثره فمن ينحرف الطفل هو في حاجة لتربية ليحتاله ينحرف الطفل هو في حاجة لتأطير حينما نتزوج ولسنا قادرين على الزواج ولسنا قادرين على إنشاء أسرة نحن من انحرفنا وبالتالي لماذا نريد أن نحمل الطفل والشاب ربما أخطاءه وإجرامه فيما بعد لذلك أنا في اعتقادي ليس هناك أطفال أو شباب منحرفين بالمرة هناك مجتمع ليس قادر على تأطير هؤلاء الشباب وبالتالي هناك من يتحمل فقر هناك من يتحمل شاب أكثر من ذلك هناك من يُعقل الأمور لا سمعتين سوف نقول هذه الفكرة ونجعل الأستاذ يتكلم أنا أريد فكرة باش ما يقولوش إحنا ساهل نقوله الفرد منحرف وحتى القانون يحمي الجماعة ولا يحمي الفرد نحن من وجهة نظرنا كمتخصص في علم النشط الاجتماعي هذا ما طرحت عليك طبعا أعتقد بأن حينما تحدث عن طفل منحرفين حرف على من حرف على مجتمع لماذا هذا المجتمع تعمل هذا المدرسي يتعطى المخدرات أبقى يسرق هذه من مسؤولية المجتمع هذه من مسؤولية المجتمع لماذا نتبرأ من هؤلاء لماذا نتبرأ منهم ونسميهم منحرفين لماذا لا نقول ليست لنا آليات احتواء ربما ما نسميهم منحرفين وبالتالي السؤال يبقى سؤالة مركزية ولكن أعفون أستاذ كدري طبعا لماذا هذا نحرف وعمل هضر المدرسي وخرج يتعطى المخدرات والآخر نفسه بنفس البيئة لا ماشي بالضرور الأمور في تنشئة الاجتماعية لا تمر بطريقة ميكانيكية وبطريقة آلية نجوج الإخوان في نفس الأسرة لهم آليات الإدراك مختلفة لهم ميكانيزمات مختلفة وبالتالي ما يصح مع قيس لا يصح مع زيد وبالتالي المشكل هو أننا نعطي نفس التربية في نفس القوالب هناك جانب كذلك ويراتي هناك ربما خصوصيات حتى في الاكتساب المعرفي هنا في علم الإجرام تحديدا يعني في علم الإجرام تدرس هذه المادة التي في القانون عاملين مواصفات أو وصفاء يعني بعض الأوصاف لهم عندهم استعداد يكونوا مجرمين يعني كان نظرية واحدة نظرية كتقول بأن لامبروزو تحديدا يعني هذه النظرية يعني تؤكد أن بعض الأشخاص عندهم استعداد نفسي يكونوا مجرمين ولكن غير واحدة بشفة نوع من القادرية أستاذ لا يمكن أن نعمم هذه الأمور وهذه النظرية كان لها واحدة في بداية القرن التاسع عشر ولهذا كان لها وقوعها لأنها هي الأولى ولمبروزو أول مباحثة في الإجرام لكن لم تعد صالحا نذكرها فقط للتاريخ يمكن الحديث عن بروفايل بسيكوسوسيولوجي للطفل المنحرف هي المسألة أو السؤال كيف ينبغي أن يطرح نعم هناك انحرف ما هو الحرف؟ هو خروج عن المعمول به أو عن المسموح به داخل المجتمع لكن السؤال هو هل الطفل مسؤول عن انحرفه أم أن هناك من يتحمل يعني مسؤولية ونعطر المجتمع أعتقد أن هذا الطفل يعني لم يتلقى من المجتمع ما يكفي من التربية أم التنشئة لكي يكون طفلا سويا فكثير من العوامل الأسرية وهنا كما تحدثني في بلاتو يمكن أن نقول بكل صراحة هل يعرف المجتمع كيف يتزوج وهل يعرف المجتمع كيف يفك يعني هذا الرباط يعني الزواج أو كيف يطلق بصفتنا أعتقد أن الجواب بالنفي وليس بالإجاب لماذا؟ لأن في معظم مشاريع الزواج لا نتحدث قط عن كيفية أو ما هو مشروعنا لتربيته يعني أبنائنا قد نتكلم في بعض التفاصيل يعني العرس من نستدعي أو من لا نستدعي أي نقدشة نعم أعتقد أني هذه فكرة فقط ولكن هل بالفعل والدين هنا أتوجه إلى كل أبين وإلى كل أمي يعني مجتمع أو متسبع للبرنامج أن يسأل نفسه ما هي مكانة يعني طفله داخله يعني هذه الأسرة هذه هل تعي الأسرة من هم أصدقاء وإبنهم هل يعني ما يقدمونه لأطفالهم هو ما يطلبه يعني أطفالهم هل ما يتوقعه أن ينتظر الأطفال هو ما يقدمه الأذى أعتقد أن يعني ذلك كما تقولون أن الطيار لا يمر ولا بد أن تكون هناك يعني توعية وأن يكون هناك واحدة من الكوتشينغ للأسر من أجل يعني معرفة وفهم يعني متطلبات يعني أطفالهم حتى لا يكونوا فقط أولئك الذين يأمرون بالواجبات وأطفالهم الذين يتلقون يعني الواجبات فكثة كثير من الأسر تدفعوا أبناءها إلى الانحرارة بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بطريقة بسيطة الانحراف لا يكون إلا في المنعرجات فإذا كان الطريق مستقيم لا حاجة للانحراف نعم هذا ما أريد أن أقولها طيب إذن مشاهدين من حسن الحظ أن الجريمة ليست قدرا حتبيا على فاعلها نفس شهادة الشاب الذي تماها مع الفعل الزرمي في البداية يتمكن اليوم من التخلص من سلوكه الإجرامي المشين لنتابعه إذا كان طريقة تتدور فيها صفي لما لم يكن بقيت كائنا أنا برعتني حفاظها بيدي صفي كنت أتلقى مع الناس كيف يقول لك لا وهذه كيف تضرب شيء فلان كيف يمغل فلان كيف يتحرك كيف يتحرك مجد كيف يتحرك المارشيز، سنادق، أعطالها، مبيعوش ديار، ما تديش ديال لبنان فمشيني، وادك الهدراف، مشيني، كانت تدخل معي الخطر ديالي، القلب ديالي كانت تدرني في القلب ديالي حيث أنا ما كنتش من ذلك النوع صافي، ولي تكرجع شوية بشوية ويدر مع ايادة ويقول يلا معي اتفاق صلي ومشيني صلي وندير هذه وندير هذه صافي الحمد لله ربك كبير، ما عرفت كيفاش أنا الراسي بعتش من ذلك الشي مخدامش أول حاجة فمشيني الحبس كيهرس الإنسان ما كيخليش من المم فمشيني في عوض ما تعيذ ستشين عام، من الأسبعين عمرك غدتش عاربعين عام فمشيني حتل شغاني نقول لي كرام، أتشيرا ما تبغيش الهدوك ما تبغيش اللهم ما قال لي كيمش يفرد الميدان هذا، شغاني نقول لي مشيني مبقاش يتعدع الأولاد الناس وميدش ديالي الناس والحمد لله ربك كبير يخلفها لك مجاهة أخرى يخلفها لك الحمد لله إذن رأيكم أستاذ لو لاحظت أنه أصبح يقول ما كان يجب أن يقال له من طرف والديه قبل أن يسقط في الإجراء بمعنى ماذا كان يقول في آخر المطف يجب على الفرض أن لا يتعدى حدوده وأن لا يكون وأن لا يكون هذا خطاب أبوي فهو تحول بالنسبة إلى نفسه إلى أب بالنسبة إلى نفسه وهذا دليل قاطع على غياب التأطير الأول بمعنى أن له حضور أن هناك وعي اكتسبه انطلاقا من خطورة المشاكل التي يقوم بها الجرم الذي يقوم به وبالتالي أصبح له إدراك بعد الجرائب وهو في سن شابه طبعا شاب وهنيئا له أنه وصل إلى ذلك ولكن هذا يؤكد بالملموس أن غياب هذا الخطاب لفي نوع من القيام الاجتماعية لم يتلقاه في بداية أمره أو في بداية مراهقته ولكن حينما مر من التجربة المرة هذا الخطاب تلقاه وأصبح يداوي به نفسه عاد إلى رشدين يمكن الإضافة إلى ما تفضل به الأستاذ الشيكدالي أن نقول بأن في مرحلة ما بداية المراهقة والمراهقة يكون الشاب في حاجة إلى كثير من الأشياء من أي فترة مفصلية بالخصوص إلى التوجيه نعم في مجتمعنا هل نقدم ما نسمي نماديج الامنك دي ريفيرانس كما نسميه غياب يعني مرجعية الشاب لا يعرف يريد أن يكون صالحا لكن لا يعرف الطريق الذي يوصله إلى أن يكون كذلك لأنه لا يتعلم هذه الأمور لا في المدرسة ولا في الشارع ولا في شيء يعني البرامج التي تقدم يعني أو الريفيرانس يعني المراجع أو المرجعية التي تقدم هي إذا بغيت تكون مزيانة هو غادي تدير شيء تحيثنا مزيانة أو تقعد الصوت دياله كيش يتغني أو صير تشطح وصير تصبحه يعني كذلك يعني هذا ما يسمي بتبريز أو تمجيد ما يسمي بهذا المسمي أنا شخصية الفن يعني المشبوه ولا الفن شي حاجة وحدة أخرى لا يمكنه أن يكون يعني هذه النماديج التي نقدمها للشباب يعني لا نقدمه إذا ما قدمنا مثلا نسميه يعني مع كل الاحترام للفنانين يعني الملتزين للفنانين طبيعة الحال يعني الفنانين بمعنى الكلمة وليس الفنانين يعني أننا هنا لا نحكم أحدا يعني نساهم في هذه الأمور يعني يجب أن نقدم نماديج المجتمع لا يمكن أن نصبح الشباب كله فنانين بل يجب أن نعطي الاعتبار للعالمي للباحثي للمفكري المبدعي للروائي للشاعر للقاس للروائي للعامل يعني كل شيء يجب أن نعطي للأمور يعني قيمتها حقيقية لأن هذا الشاب حينما يعني النماذج الموجودة في المجتمع لا يريد أن يحقق رغباته وهذا مسألة طبيعية يعني مشروعة حق مشروعة لكن ما هو الطريق الذي يعني يمجده المجتمع يعطيه قيمة أكثر من طرف الأخرى ليس قلة العمليات الموجودة ولكن الشاب يفضل نوعا من العمل لأن هذا فيه قيمة وهذا عمل محتقر المجتمع الواحد أو المجتمع العربية بالخصوص هي التي تميز بين عمل كذا وعمل كذا في حين أن نجده في مجتمعات أخرى هناك واحد من تساوي بين يعني ما نسميه في ذلك التكنيسيان التراث الذي ينظف المكان وبين المهندس وبين كذا وكذا إلى خيره وهذه إذا ما استطاع المجتمع أن يعيد هذه الأمور إلى نصابها ويعطي القيمة لكل المهني فإن ذلك لن نجد هذا الشاب يفضل بين هذه المهنة والأخرى إذن هذا من ضمن ربما الآليات أكيد هذا من ضمن الآليات طيب أستاذ شكدالي دائما في هذا الباب دي الآليات للحد من الجريمة يعني إلى أي حد ربما البعد الاجتماعي الديني الثقافي كي لعبوه هذا الدور في الحد من انتشار هذا أو تفشي الجريمة أعتقد حينما نتحدث عن الدور الديني يجب أن نتحدث عن دور الطريقة التي نمارس بها الدين وليس عن الدين لأنه وحتف الشهادة قال لك رجعت كان صلي ولكن لماذا وكأنه يعني لماذا لأنه عاش تجربة مريرة وأدرك وفهمة بأن هذه تلك التجربة أنه رأى نمادج أخرى في السجن يعني من طريق دين حراف تقرب إلى الله في الطريق الزويل لا ولكن هذه القضية لا يمكننا أن نقول أنها تقربة وأصبح المشكلة النهائي بالنسبة إليه لأنه لازل شابا والطريق لازل طويلا وبالتالي هو معرض للنحل وخليك متفائل التفاعل أن أكون متفائل هو أن أفهم الأمور أنا أريد فقط أن نوضح أشياء ربما قد تغيب عن الأدهان هذه التجربة الماريرة التي مر منها والتلقى ربما مع نمادج أخرى لأنه يجب أن لا ننسى حتى لا نكون يجب أن ننسى بأن السجن كذلك هو مؤسسات رباوية إعادة تأهيل إعادة تأهيل حتى وإن كان في بعض الحالات لا يصل بين قوسين لأنه ربما كان مشاكل أخرى إلى آخره سنخصص ربما حلقة خاصة لهذا السجن لأنه ربما موضوع شائك يغري وشائك في المناقشة كذلك أريد فقط أن أقول بأن هذه التوبة ليست قطعية وليست نهائية لماذا؟ لأنها ربما لأنها كان مغريات لا لأنها كان مغريات وكان ترصيخ معين ولكن حينما تحدث عن دور الدين لأننا لا نعرف الحيتيات نعم هو التقى مع أناس وأثروا عليه وأثروا عليه ونصحوه وكانت ربما تلك النصيحة لها وقع إيجابي عليه طبعا تكون توبة لحظية آنية لا مش غير آلية أو لحظية لذلك يجب أن نفرق ما بين الطريقة التي نمارس بها الدين بمعنى الخطاب الذي نعطيه للشاب والخطابات ربما القمعية لأن في آخر المطاف هناك خطابات ربما باسم الدين تمارس قهرا ربما هنا كان خطابا تحبيبيا توعويا فكانت الاستجابة وبالتالي حينما تحدث عن الدين ودور الدين والدور الوازع الديني يجب أن نتحدث عن طرقنا البيداغوجية في إيصال فكرة الدين ممتاز إلى جانب الردع القانوني أستاذ حدوي لأن المقاربة القانونية وحدها غير كافية وأعتقد أن ليس بالسجن يستطيع الإنسان أن يتربى لأن واقع الحال يقول بأن قد يدخل الإنسان إلى السجن لكي يتعلم كيف يخرج مجرما حقيقيا أعتقد أن المسألة هي ليس في الدين أو غير الدين وإنما هي في تمثل هذا الشخص للواجب للحق للعدل الديمقراطي للآخر يجب أن ننمي في الأفراد تقدير الغير تقدير الشخص الآخر كيفما كان تقدير ما له وما ليس له سواء هذه الأمور قد يقوم بها الدين وقد يقوم بها غير الدين ليس المتدينون فقط هم ليسوا مبدائيين وليسوا أخلاق هناك ناس آخرين من تجهات أخرى لا دين لهم ولكنهم مبدائيين ولهم لمكانة الاجتماعية يجب أن يتعلم الفرض أو أن يتربى الفرض على احترام ذاته على احترام الآخر على أنياءية بأن لا يمكن أن نعيش بنفس المجتوى لا يجب أن يحقق بدأت تخطيح كأليات أعتقد أن هذه الأليات لا يجب أن المعالجات الموجودة الآن هي ما بعد الجريمة أعتقد أن الوقاية أفضل من العلاج ويجب أن نذهب في استباق الجريمة والحيلو التي دون الجريمة وذلك من خلال توعيات الأسل بكل المجتويات عن طريق الإعلام؟ عن طريق الإعلام أو لأن الإعلام هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن أن ندخل بها إلى البيوت وأن ندخل بها إلى النوجات يجب أن تكون هناك كذلك تفعيل دور الشباب وتفعيل كذلك المخيمات والكشفيات والسياحة الداخلية وكذلك يجب الاهتمام بالتهيئة الحضرية لكي يكون مكانا للطفل مكانا للشاب مكانا للمأرى مكانا للأخلاق يعني داخل المجتمع حينما أقول الأخلاق يعني أن ننمي داخل المجتمع الجانب الإيجابي وأن لا نوقض الوحش النائم يعني في دواغي دي يعني كل واحدين مننا أستاذ شكدالي أليت التي يمكن أليت أولا أن نفهم من هو المجرم ولماذا المجرم بمعنى فهم للإجراء هذه حلقة كاملة متكاملة أريد فقط أن أقول مثلا جريمة البيدولفيليا أو جريمة الضاهرة السبيانية هي جريمة ترتكب في حق أطفال ولكن المجرم هو في نفسه ذاته أثبتها علم النفس بأنه قد تعرض لنفس الفعل إعادة إنتاج وبالتالي حينما نجرمه ما معنى نجرمه نجرمه وهو في حدي ذاته ضحية لنفس الفعل أنا أريد فقط بعجالة لتثقيف المجتمع لتعوية المجتمع أولا هناك أمراض نفسية عقلية هناك مرضى مرضى يتعايشون مع الناس بمعنى في أي لحظة ممكن أن يكون مجرما وبالتالي لابد أن يكون هناك تشخيص دقيق طبي معرفي علمي إلى آخره ثم نفهم بمعنى أنا دائما في إشكالية الفهم المشكلة وفي إشكالية تشخيص قبل أن نتحدث ربما عن حلول آلية وآنية إلى آخره يجب أن نفهم ماذا يقع وبالتالي يجب أن تكون هناك دراسة دقيقة حتى يمكن أن نسير ربما المجتمع في الاتجاه الذي دعا إليه الأستاذ ولكن في غياب هذا الفهم لأن هناك جرائم لا نفهم بمعنى بسمعتها كنت أسمحك أن أقولها الفرنسية قهرية بمعنى عندها علاقة بالنفسية عندها علاقة بالعلاج ولا بد أن نفهم في ذلك حتى يمكن أن نتجاوزها في المستقبل إذن الوقت أدركنا يعني الحديث فيه ما يقال الموضوع شائك جدا لكن الوقت دهمنا شكرا جزيلا لكم الأستاذ مصطفى الشيكدالي شكرا جزيلا لكم الأستاذ إبراهيم الحمدوي على قبول الدعوة شكرا على كل ما نقشناه بكل جدية وبشكل هادف بهذا إذن مشاهدنا نسدل السطار على نقاشنا لليوم شكرا مع جزيلا على جميل المتابعة شكرا لفريق العمل انتظروني الأسبوع المقبل في نفس الموعد مع كامل محبتي شكرا للمشاهدة